جزء من مسؤوليتنا في ساعة شباب المشاركة في تعزيز الوعي خصوصا من الجانب الصحي وبما أننا في شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي خلونا نشوف بالأول هذا التقرير لأحد الفعاليات التي نظمتها وزارة الصحة في كورنيش جدة من خلال الزميل مهند قحطان نتابع الحدث هذا في شهر أكتوبر ويحتفى به في جميع أنحاء العالم للتوعية للوقاية من سرطان الثدي الوقاية من سرطان الثدي وكل الأورام طريقتين إما من حدوثه وهذا يكون عن طريقة النمط الصحي والطريقة الثانية هي الاكتشافة المبكر الاكتشافة المبكر أهم حدث توعوي اليوم نتكلم عنه هي اكتشفي مبكرا عن طريقة الفحص بالماموغرام الفحص بالماموغرام في عمار مختلفة حسب العوامل الخطورة اللي عند كل سيدة 20% من السيدات معرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي هدفنا اليوم نرفع الوعي حصي حتى لا تفقلي نحن على مدار العام موجودين بنفعل دور التوعية أمانة في المولاد في المماشي في أماكن كثيرة أحيانا بنستقصد الكليات والجامعات والمدارس طرق مختلفة أمانة للوصول للجمهور نحن في شهر أكتوبر خاصة يعني عشان الحملة إقليمية على مستوى العالم فدائما بنركز عليها من بداية 1 أكتوبر إلى 30 أكتوبر يمكن نحن في الواجهة البحرية الآن في الويكند في يوم خميس استهداف أكبر شريحة ممكنة فيما يخص وجودنا في المواقع الأخرى عندنا العربة لفحص الماموغرام موجودة في عزيز مول على مدار العام موجودة وأحيانا بتنتقل إلى مولاد ثانية والأماكن تكون فيها فعاليات بشكل أكبر إحنا مشاركتنا مشاركة مهمة جدا أول شيء ركناها الرضاعة الطبيعية وإيش علاقتها بسرطان الثالي تعرف أن الرضاعة الطبيعية هي أهم شيء في سرطان الثالي أو أنه من العوامل الأكثر شيء مسببة لسرطان الثالي فهنا إحنا كيف إحنا نعلم الأم أنها تتردع طبيعي كيف إن من أول لحظة من يوم ما تولد طفلها كيف يتم التعلق الصحيح لأن بعض الأمهات أنه ما تقدر تمسك طفلها زي الناس أنه طفلها ما بيرضع مظبوط وكذا ما بيتكون الحليب فإحنا هنا نعلمها أنه إيش هي أصلا فوائد الرضاعة الطبيعية سواء للأم سواء للطفل سواء لسرطان الثالي وإيش يكون وقايتها إن شاء الله حول الله تعالى من سرطان نتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مشرفتنا اليوم في الاستوديو دكتورة شريفة العسيري منسقة برنامج مكافحة سرطان الثالي بصحة جدة أهلا وسهلا فيك دكتورة منورتنا شكرا لكم وشكرا على الاستضافة وهذا جزء من مسؤوليتكم ومشاركتكم معكم وهذا واجبنا دكتورة شريفة ولكن في البداية خليتكلم عن طرق وأساليب التوعية اليوم عندنا بالمملكة طريقة اللي منخاطب فيها الناس هل نقدر نقول اليوم تغيرت أو لا؟ طبعا في ظل التغير الحاصل وخصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نقول أنه فعلا طريقة التوعية والطريقة اللي نخاطب فيها الناس اختلفت جدا عن السابق حاليا الرسائل يعني سابقا كنا نحن نجيب مجموعة من الناس ونبدأ نعطيهم ونوعيهم الوقت الحالي مع وسائل التواصل الاجتماعي الرسالة بتوصل للناس لحدهم فإحنا فكرتنا ووسيلتنا حاليا أنه نحن نوصل الرسالة بسيطة وابحة مختصرة وتحقق الهدف للناس يجي دور ثاني أنه نبدل كمان نحن غير أن نوصل الرسالة لهم نحاول أن نمكن الشخص كيف نمكن الفرد بأنه هو يبدأ يشتغل على عوامل الخطورة الموجودة عنده في محيطه يبدأ بنفسه يغير نمط حياته لمن هو الشخص يتغير ويؤمن بالفكرة ويستوعبها حيبدأ يغير في محيطه وينشر الرسالة على مدى أكبر إن شاء الله يعطيكم العافية فعلا على هذه المجهودات الجميلة ولكن اليوم إذا تكلمنا بلغة الأرقام إيش الأرقام اللي عرفتوها أو حصلتوا عليها ويمكن أن نعرفها عن جهودكم ريام طيب الأرقام إحنا نريد أن نتكلم عن إحصائيات البرنامج الوطني الكشف مبكر عن سرطان الثدي تقريبا وصلنا إلى فحص 180 ألف سيدة ماشاء الله تبارك والحمد لله السيدات اللي اكتشف عندهم تغيرات في الفدي غالبهم صار الكشف ليهم مبكر فنسبة الشفاء إن شاء الله ستكون فوق 95% طيب هل اختلاف الفئات العمرية ممكن أن يسبب فرق في الوعي ولا لا طبعا الاختلاف الفئات العمرية طبعا يسبب فرق كبير جدا في الوعي كيف إحنا بنحاول أن نغطي أكبر شريحة ممكنة لما نخاطب السيدات اللي هم الفئة العمرية المستهدة فوق الأربعين سنة أنا بركز معهم على أن أعملي كشف الماموغرام طبعا إذا كانت عوامل خطورة متوسطة أقل من أربعين سنة إحنا بنغير نمط حياة صحي طيب إحنا كيف هنوصل لهم إحنا وصلنا لهم في أماكن كثيرة في أسواق التجارية في الجامعات في المدارس في دور تحفيظ القرآن بنحاول نوصل لهم بهذه الطرق وحاليا إحنا نعتمد الترفيه أو التوعية بالترفيه زي ما حضرتك شفتي في تقرير اللي عملناه في الواجهة البحرية وعمدنا أنه كل الأركان اللي تكون مشاركة معانا كل الركن بيتكلم عن عامل من عوامل الخطورة اللي تسبب سرطان الثدي فإحنا بنتكلم في منظومة واحدة وكل برامجنا حقيقي طول السنة في دارة برامج الصحية والأمراض المزونة أننا بنشتغل على عوامل الخطورة يمكن التركيز يصير معانا خلال شهر أكتوبر هو تزامنا مع الحملة العالمية وهذا اللي ممكن بنفس الوقت الناس بدأت تخاف من هذا الموضوع ممكن يقولوا أنه أنت شهر كامل من بداية أكتوبر إلى نهايته بيكون هذا الشهر خاص للتوعية بسرطان الثدي فكثير من الناس ممكن يخاف ويضايقوا وبنفس الوقت يقولوا أنتوا بتضخموا هذا الموضوع وبتضخموا صورة المرض في ذهن البعض فاليوم بأنك دكتورة شريفة معانا إيش ممكن تقولي لهم؟ طيب حقيقي ما فيه أي تضخيم إحنا بنتكلم عن مشكلة عالمية سرطان الثدي هو رقم واحد عالميا ومحليا فالمشكلة حقيقية وموجودة يمكن التركيز يصير خلال شهر أكتوبر برضو تزامنا مع الحملة العالمية ولكن لما إحنا نتصلط الضوء عليها ونركز والفرد لما يروح أي مكان سواء في التلفزيون في الشوارع في الأماكن العامة يلاقي أن الكلام مركزين على سرطان الثدي يستجعر حجم المشكلة طيب لما أنا وصلت لرسالة المشكلة حقيقية وموجودة وصلنا لرسالة ثانية على طرق الوقاية منها على طرق الكشف إحنا بنحاول نبعد عن التخويف بكلمة سرطان الثدي الناس بتخاف من كلمة سرطان فإحنا بنتكلم على صحة الثدي لتغيير نمط حياتك لنمط حياة صحي بهذه الطريقة طيب إيش الرسالة اللي بتحاولوا أنكم الأكثر أهمية بتحاولوا اليوم بتقدموها للسيدات هل الوقاية أو الكشف أو سبل العلاج ولا بتاخذوا هذه الرسائل كلها في حملاتكم إحنا بنتكلم على رسائل كلها وأهم رسالة لا تنتظر الأعراض أفحصي الآن لا تستني وجود أي تغير أو أي مشكلة لا قدر الله فثدي عشان تروحي تفحصي إحنا بنتكلم عن فحص لسيدة طبيعية ما عندها أي مشكلة فثدي فليتكلم شوي عن الأعراض إيش رأي دكتورة شريفة أمكن كثير من السيدات وجهتهم أعراض بس مو عارفين هذه أعراض إيش وما راحوا كشفوا فنحن اليوم نوضح لهم هذه الأعراض طيب الأعراض اللي نتكلم عنها أي تغير في شكل الثدي تغير في الجلد أي تغير في الحلمة أي إفرازات لا قدر الله أو الحلمة دخل الجوة أو ضروز لبرة أو تغيرات فيها أي كتلة في الثدي ونحن بنتكلم برضو عن الثدي وبنطقة تحت الأبط لأنها ممتدة للثدي طبعا هذا الكلام للسيدات اللي بتواجه أي مشكلة السيدة اللي ما عندها أي مشكلة عمرها فوق أربعين سنة مفروض تروح تعمل أشعة ماموغرام ما تستنى حدوث أي مشكلة أي سيدة عمرها فوق الأربعين سنة حتى لو ما واجهت هذه الأعراض لازم تروح وتكشف طبعا هذا هو الشيء ليش لا تنتبر الأعراض أفحصي الآن ليش لأنه الكشف مبكر بالماموغرام ممكن يكشف لنا أي تغير في الثدي ممكن ما يظهر ويصير تغير أكلينيكي واضح إلا بعد سنتين فإحنا كل ما اكتشفناه مبكر كل ما كانت نسبة الشفاء جدا عالية طب إش رأيك يعني ما هي أبرز الأسواب اللي ما زالت يعني سبب في تأخر السيدات أنهم يروح يكشفوا الكشف المبكر طبعا هذا سؤال مرة مهم وأنا ممكن أسأله لحضرتي لو أقولك روح يفحصي بالأشعة أنا لانا الحين ما فحصت ليش؟ وكل شهر أتكلم عن هذا الموضوع وكل يعني بالذات أول ما يجي شهر أكتوبر أقول لازم أروح أفحص لأن صراحة أنا دايما نقول أن الوقاية خير من العلاج ولكن ما أعرف ليس صراحة ما أعرف طيب من خلال الإحنا شكرا هذا سبب في ناس بتخاف طب لو أنا رحت فحصت وصار لا قدر الله مشكلة الخوف كمان ممكن يكون سبب هذا سبب جدا جدا رئيسي ونلاقيه حتى في ناس بيكونوا هم أساسا من يعني ممارسين صحيين الخوف موجود في طبيعة النفس البشرية بس لما أنا ألاقي أنه لأ هذه مفاهيم خاطئة احنا بنحاول نصححها بنحاول نبين المسار بعد ذلك لما أنت تفحصي صار لا قدر الله كيف مو معناها أي تغير معناها سرطان ولو صار أي تغير هتمشي في المسار الفلاني هتروحي بعدها للخطوة الثانية والخطوة الثالثة ونسبة الشفاء جدا عالية احنا بنستضيف ناس من الناس اللي نعتبرهم محاربين للسرطان وشوفيوا منه وبيتكلموا عن تجاربهم مع السيدات وبيعطوهم نصائح وتوجيهات بدءا من الوقاية كيف أنت من البداية بتتجنبي أنه لا قدر الله يصير أي مشكلة الفحص الدوري نعتبره يعني زي نقطة أمان أنا لازم أفحص وأطمن هي ربع ساعة أعمل فيها الفحص طيب خلاص بسألك وأن المواقع اللي ممكن بتكون موجودة عندنا في جدة عشان السيدات والبنات في نفس الوقت ممكن يروحوا يفحصوا وأيضا الخطوات اللي بتمر فيها أي سيدة تبغى تفحص تبغى تخضع لهذا الفحص طيب الأماكن موجودة عندنا في مستشفى الملك فهد مستشفى الملك عبدالعزيز مستشفى شرق جدة مجمع الملك عبدالله الطبي وفي عندنا برضو عيادة متنقلة أمام عزيز مول بوابة رقم ثلاثة طبعا السيدة اللي عمرها فوق أربعين سنة ما تعاني من أي مشكلة في الفدي أو أي تغير غير مرضع أقل شايف مر على إيقاف رضاعة ثلاثة شهور تروح للعربة وتقدر تفحص في أي وقت طب أعرف هذا الكشف مجاني أو بمقابل مبلغ معني لأنه أفتكر مرة تكرمت عن الموضوع في سنابي فكثير من البنات معرفين صدق أنه وين يروحوا يفحصوا في نفس الوقت ممكن ما تكون عندهم القدرة المالدية أنهم يروحوا يفحصوا طبعا هو للسعوديات متوفر مجانا بالنسبة للعربة نحن بنتكلم على أيام دوام طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابع عسرا إلى العاشرة مساء للسيدات الغير سعوديات يقدروا يتوجهوا لأماكن كثيرة في القطاع الخاص خاصة في شهر أكتوبر عملين عروض في أغلب الأماكن عملينها مجانا في عندنا مركز الشيخ العمودي في الجامعة بيستقبلوا طول السنة للسعودي والغير سعوديين والفحص لهم مجاني طب أرجع معاك لنقطة عن الناس اللي تخاف من الفحص والخوف موضوع جدا صعب كثير منه خصوصا إذا تكلمنا أنه والله هذا المرض كان سابق لأحد من أهلهم موجود أو متوارث عندهم في العيلة فيكون خوف كبير أنه لا أنا أخاف أروح أفحص ممكن أنا أستسلم وأستنى ولا قدر الله ممكن يجي هذا المرض أو لا فنحن هنا كيف ممكن نبسط لهم أكثر هذا الموضوع طيب أول حاجة أنه نبدأ نبسط لهم كيف الموضوع أنه أنا أعرف أنا في أي فئة أنا في الفئة عالية الخطورة ولا في الفئة متوسطة الخطورة الفئات عالية الخطورة اللي زي ما تفضلت وقلت أن يكون عندهم تاريخ مرضي في العائلة أو تعرضت لعلاج إشعاعي نحن نتكلم عن فئة عمرية أقل من أربعين سنة طيب في هذه الحالة هي يفضل توجه إلى العيادة تشوفها الطبيبة تقيب عوامل الخطورة اللي هي تعرضت لها وبعدها يحدد إيش الفحص المناسب لها في العمر العمار الصغيرة غالبا نحتاج الأشعة الصوتية مش أشعة الماموغرام اللي عندهم تاريخ مرضي في العائلة أيضا يعني الطب تقدم عن قبل فحاليا في عندنا اللي هو فحص الجينات اللي ممكن برضو يساعد في اكتشاف مبكر ويمكن ظهر عندنا رموز كبيرة من المشاهير اللي يتعرضوا لسلطان الثدي وصارت توصل من خلالهم رسائل يمكن تسهل على الناس وتخليها لا تؤمن أنه لا فيه علاج وفيه حلول ممكن تساعدني بدل ما أنا أستنى تظهر عندي الأعراض ويوصل لمراحل لا قدر الله متقدمة وبالنهاية مثل ما دائما أننا تقولوا أنه دائما الكشف المبكر يساعدكم على علاج هذا المرض وممكن تشفوا منه بإذن الله في النهاية وكثير من المحاربات اللي شفناهم في هذا الشهر وفي كل السنين تعرضوا لهذا المرض ولكن بفضل من الله وبالكشف المبكر والعلاج قدروا أنهم يتخلصوا منه بالنهاية شكرا لكم دكتور شريفة وشكرا على مجهوداتكم فعلا يعطيكم ألف عافية ونحي تماما لكم كل التوفيق شكرا لك بسلام وشاهدينا وصلنا لختم حلقتنا اليوم إن شاء الله أشوفكم بكرة في حلقة جديدة وأقول لكم فمعن الله ترجمة نانسي قنقر